البرلمان يفشل مرة تلو أخرى في تسمية رئيس الجمهورية في العراق في عملية شد وجذب بين أطراف العملية السياسية ليؤكد المشهد حالة التخبط والفوضى والانسداد السياسي المستمر بعد جلسات البرلمان التي لم يتمخض عنها شيء أكد زعيم التيار الصدري على موقفه الرافض للتحالف مع ما يسمى بالإطار التنسيقي مشيرا إلى أن الانسداد السياسي أهون من اقتسام الكعكة معهم فيما أعلن انسحابه والكتلة الصدرية من مفاوضات انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة المرتقبة وفتح المجال أمام الإطار التنسيقي للتفاوض مع القوى السياسية في هذا الشأن ومنحهم مهلة أربعين يوما تبدأ في الأول من شهر رمضان لتشكيل حكومة جديدة في العراق إلا أن مراقبين أكدوا أن أزمة اختيار رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة قد تستمر لأشهر طويلة لتضع البلاد أمام منعطفات جديدة بعد تلويح كتل سياسية بحل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة بينما طرحت قوى أخرى الذهاب إلى المحكمة الاتحادية بشأن الفراغ الدستوري المترتب على الإخفاق باختيار رئيس جديد للجمهورية ما يحدث في العراق هو وجود تكتلات وصراع قوى بين قوى سياسية تحكم منذ 19 عاما ما يدفع ثمنه المواطنون في العراق فيما أكد معهد كارنيغي الأمريكي للأبحاث أن العراق لا يزال دولة هشة ويتجه نحو الفشل مبينا أن البلاد تفتقد لنخبة سياسية مسؤولة ومستعدة لتنحية خلافاتها جانبا من أجل المصلحة العامة وأنه من المستمعد أن تتشكل حكومة إصلاحية بوجود النفوذ الإيراني في العراق يبدو أن العملية السياسية برمتها تعاني من أزمات مستمرة لا تنفك عنها وصراعات حول الاستحواذ على المناصب والمال ومراكز التأثير فيما تستمر الأحزاب والميليشيات في تثبيت سطوتها برعاية إيرانية تتدخل في صناعة القرار بالعراق الذي يعد الخاسر الأكبر في تلك الصراعات